اشتركوا في القناة في الاجتماع تناول استعراض مؤشرات مجمل اداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وتطورات تنفيذ مبادرة خفض اسعار السلع الاساسية كما اطلع السيد الرئيس على اهم المستهدفات الاقتصادية وجهود التعاون في هذا الصدد مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية وذكر المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه بالاستمرار في تعزيز الاصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقضية وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية في اطار جهود الدولة لتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وتنوع هيكله الانتاجية وتوفير الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات بما يسهم في زيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي كما وجه السيد الرئيس بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في اطار مبادرة خفض اسعار السلع الاساسية وتذليل اي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من اعباء المواطنين